بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة التكاملات باستخدام تعويضات مسلسية فإذا ظهر لدينا داخل التكامل أحد المقادير التالية جزر A تربيع ناقص X تربيع أو جزر A تربيع زائد X تربيع أو جزر X تربيع ناقص A تربيع فإننا نستخدم التعويضات المسلسية التالتي هي التعويضات التي تحزف لنا الجزر ففي الحالة الأولى في الحالة الثانية A تربيع زائد X تربيع إذا نستخدم X هنا تساوي A تنجنت سيتا ومن هنا DX هي A تربيع بD سيتا وفي الحالة الأخيرة X تربيع ناقص A تربيع نستخدم التعويض X يساوي A بسك ثيتا ومن دي أكس هو A تنجنت سيتا بطنجنت سيتا بD سيتا فلو أخذنا المسال التالي كامل إذا وجدنا أن الدلل المستكمل التحوي على جزر ولكن هذا الجزر يمكن حصفه باستخدام التعويض السابق فإذا فرضنا أن X هي A بساين سيتا A هنا ثلاثة بساين سيتا ومنه DX هي ثلاثة كوسين سيتا بD سيتا فالمقدار اللي هو تحت الجزر يكتب الشكل التالي 9 ناقص X تربيع إذن 9 ناقص 9 وهذا لو خرجنا التسعة من المشتفى أمعي واحد ناقص سين تربيع سيتا الآن الجزر يوزع للتسعة جزر التسعة هو ثلاثة ويوزع لي واحد ناقص كوسين تربيع واحد ناقص سين تربيع هو كوسين تربيع سيتا والجزر كوسين تربيع سيتا هو كوسين سيتا إذن هذا هو هذا الآن نعوض DX والجزر كل بما تساوي في التكامل لحصلنا على هذا المقدار ثلاثة مع ثلاثة والكوسين مع كوسين بثلاثة تكامله بهذا الشكل هنا التكامل بدأ بX لازم ينتهي بنفس الاسم الذي بدأ فيه لكن حصلنا على سيتا الآن من أين أأتي في الX برجع للفرض الفرض أن الX تساوي إلى ثلاثة سين سيتا ومن هنا أن سين سيتا ماذا تساوي تساوي X على ثلاثة لو أخذنا السين مينس واحد لطرفي هذه العلاقة لو أخذنا هنا سين مينس واحد وهنا سين مينس واحد لحصلنا على سين و سين مينس واحد بيأكل بعض بقى معي سيتا بقى معي سين مينس واحد لX على ثلاثة إذن السيتا هي سين إذا معنات السيتا هنا هي sin-1x على 3 زائد ثابت التكامل الآن ممكن أن نأخذ مثال آخر على هذه الحالة بالشكل التالي إذا كان عندي تكامل 3x-5 على تحت الجزر أيضا هنا الدالة المستكملة تحوي على جزر تربيعي فما هو الفرض الذي يحوي بالغيل الجزر أفرض أن الـ x هي عبارة عن sin-سيتا ومنه dx هي cos-سيتا بd-سيتا لنبحث الآن الجزر ما هو يصبح بالشكل التالي واحد نائس sin-تربيع طبعا واحد نائس sin-تربيع وcos-تربيع والجزر لcos-تربيع وcos-سيتا إذن هذا هو المقام البسط الـ x من هنا هي sin-سيتا إذن فنحص على 3 sin-سيتا نائس 5 والdx هي cos-سيتا بd-سيتا والمقام هو cos-سيتا الآن هذه cos-سيتا مع cos-سيتا الموجودة في المقام تختصر ببقى معي 3 sin-سيتا نائس 5 تكامل sin هو سالب cos-سيتا تكامل 5 هي 5 تيتا ذا السابت الآن انتهى التكامل لكن التكامل بدأ بx يجب أن ينتهي بx ولا ينتهي بسيتا ماذا أفعل حتى أوجد؟ من هنا نأتي إلى الفرض الـ x هي 1 sin-سيتا يعني هي 1 ضرب sin-سيتا ومنه sin-سيتا هي عبارة عن x تأسيم 1 x تأسيم 1 يعني هي عبارة عن x من هنا إذا أردت أنا أطلع السيتا بأخذ sin-1 للطرفين فنحص على السيتا من هنا السيتا هي عبارة عن sin-1 للx هذا من جهة من جهة الثانية أنا عندي cos-سيتا طيب كيف سأحصى عليها؟ برجع وبتذكر إن تعريف الساين هو المقابل على الوتر المقابل على الوتر فإذا عندي مسلس قائم الزاوية فيه الزاوية سيتا فإن المقابل سيكون هو x والوتر سيكون هو 1 فحسب في ساغورس إذا أردت أن أحسب الضلع القائمة فهي جزر مربع الوتر نائس مربع الضلق قائمة الآن هذا مسلس علمت كافة أضلعه فإذا أردت أن أحسب الكوساين الكوساين للسيتا هي المجاور على الوتر فإن المجاور هو عبارة عن جزر 1 نائس x تربي على الواحد يعني جزر 1 نائس x تربي فإنني أستنتج أن الكوساين هذا ما هو إلا هذا وإنني أستنتج أن السيتا ما هي إلا هذه فأعوض بينهاتهم فنحصل على سالب 3 تحت الجزر 1 نائس 5 نائس 1 بنفس الإسلوب تماماً لو جينا إلى هذه نرى أن الدالة المستكملة تحوي على جزر فلو فرضنا هنا الـ x هي 4 ساين سيتا فالـ dx هي 4 بكوساين سيتا بـ d سيتا فعند إذن الجزر الموجود في المقام يصبح معي بهذا الشكل وعوض عن كلم بما تساوي البسط هو ��ـ dx في البسط هي عبارة عن 4 كوساين سيتا بـ d سيتا هي 4 كوساين سيتا بـ d سيتا والمقام هذا هي عبارة عن x تربي يعني 4 للتربي و 0 4 مربعة 16 لساين لتربي الآن هذا الجزر 16 تربي حسب توطل معي 4 كوساين 6 الآن 4 مع 4 وتختصر والكوساين مع الكوساين تختصر 1 على 16 ساين تربي سيتا الواحد على 16 تخرج الى خارج اذا هذا الواحد على 16 يمكن اخراجه خارج بيبقى معي واحد على ساين تربيع سيتا بدي سيتا ولكن هذا يساوي واحد على 16 تكامل واحد على ساين تربيع حسب خواص القوى تكتب واحد على ساين كل التربيع سيتا بدي سيتا ولكن من هو مقلوب الساين ان مقلوب الساين هو عبارة عن الكوسك اي انها اللي في الداخل هذا هو كوسك اذا كوسك للتربيع سيتا بدي سيتا الآن وتكامل كو سيك شهير هو عبارة عن سالب كو تنجنت سيتا زائد ثابت التكامل إذا هو هذا اللي حصلنا عليه لكن بدأ التكامل بإكس ما بسر ينتهي بسيتا وبالتالي ماذا أفعل أرجع إلى الفرض الأساسي الفرض الأساسي عندي أن الإكس هي أربعة ساين سيتا ومنه ساين سيتا هي إكس على أربعة وبالتالي فإذا عندي مسلس قائم الزاوية فيه زاوية سيتا فإن المقابل سيكون إكس والوتر سيكون أربعة وبالتالي الضلع القائمة هي مربع الوتر نائس مربع الضلع القائمة علمت كل الأضلع فإنني أستنتج أن الكو تنجنت للسيتا هو المجاور على المقابل فإن المجاور هو جزر 16 نائس إكس تربيع والمقابل هو إكس إذن فأحصل على سالب جزر 16 نائس إكس تربيع على إكس زائد سابت التكامل إذن بدل الكو تنجنت هذا وضعنا هذا المقدار وحصلنا على هذا يمكن أن أخذ مثال آخر زو طبيعة مختلفة هنا ما في عندي جزر ولكن عندي واحد على 16 نائس إكس تربيع مرفوع للقوة تربيع أيضا هنا أستخدم التحويل المسلسي فأفترض أن الإكس هي أربعة ساني سيتا ومنه دي إكس هي أربعة كو ساني سيتا وبالتالي المقدار هذا اللي تحت الجزر يصبح معي بالشكل التالي وبإخراج ال 16 مربع ال 16 و 256 واحد نائس كو ساني تربيع هو ساني تربيع يصبح معي ساني أربعة سيتا إذن هذا بدل المقام فإذا عوضت دي إكس بما تسويه هي أربعة كو ساني سيتا بدي سيتا وهذا حسب ما حسبتها يحسب بهذه العلاقة الآن كو ساين مع واحدة من التكعيبات تختصر فبحث على واحد على كو ساين تكعيب واحد على كو ساين تكعيب هو واحد على كو ساين والكل تكعيب إذن هو هذا واحد على كو ساين سيتا والكل تكعيب ولكن مقلوب الكو ساين هو سيك إذن هذا واحد على 64 سيك للتكعيب ولكن سبق وعلمنا الطريقة التي يحسب فيها سيك للتكعيب وحسبنا قيمته سابقا فحصلنا على هذه القيمة الآن حصلنا على هذه العلاقة هذه العلاقة بدلالة سيتا نحن التكامل بدأ في إكس نحن نرجع للفرض الأساسي الفرض الأساسي كان إكس يساوي أربعة ساين سيتا ومنه ساين سيتا هي إكس على أربعة إذن هذا المقابل وهذا الوتر فإذا عندي مسلس قائم الزاوية في زاوية سيتا فهذا إكس وهذا أربعة إذن هذا 16 نائس إكس تربية الآن أحتاج إلى السك السك هو مقلوب إذن السك هو مقلوب الكوسان الكوسان هو المقابل المجاور على الوتر إذن هو الوتر على المجاور إذن هي أربعة على تحت الجزر 16 نائس إكس تربية هذا السك وأيضا أحتاج إلى التنجنت التنجنت هي عبارة عن المقابل على المجاور يعني هي إكس على تحت الجزر 16 نائس إكس تربية إذن فأتي إلى هنا مدل السيك نضع ما تسوي ومدل التنجنت نضع ما تسوي هنا وهنا فنحصل على هذه العلاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته